موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومشاهدين الكرام السلام عليكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة يوم الأثنين من برنامجكم حياتنا هذا البرنامج يأتيكم مباشرة من الأحد إلى الخميس السابع مساء على شاشة تلفزيون قطر وفي هذا البرنامج مشاهديننا مثل ما عودناكم دائما نسلط الضوء على كل وأبرز العنوين والمواضيع التي تدور على أرض دولتنا الحبيبة قطر من خلال المواضيع والضيوف من الصديفهم عندنا في الستيديو والفقرات المسجلة والتقارير لنسى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن نتهمكم وأتفيدكم إذن مشاهدين الكرام راح نناقش في حلقة اليوم العديد من المواضيع لكن قبلها أمسي بالخير على زميلي وخوينا في المسلماني نايف مساء الخير مستيك بنور والسعادة سلمان أنت ومشاهديننا الكرام وأنا تمنى أن يومكم كان مثل ما تتمنون أيام جبيلة نعيشها في هذه الأيام أيام ديمقراطية انتخابية أيام يتعدل فيها الجو شوي أيام الكل الآن ممكن رجع لعمل من بعد رحلات سفر وإجازة وتغيير جو لكن الأهم نايف أن يرجع بنفسية حلوة يرجع عند دافع أنه يضع نصب عينه مصلحة هذا الوطن المعطاء ويرد الجميل لقطر ولا شيء إلا قطر مشاهدين الكرام من خلال العمل من خلال تربية الأبناء من خلال إعداد جيل قادم بإذن الله سبحانه وتعالى من الأبناء يواصل المسير دائما لنهضة هذا الوطن نايف أكيد نبدأ سلمانت ومشاهديننا بأول أخبارنا والتي نتحدث فيها عن استمرار عمل خدمات مترو الدوحة اليوم وغدا ثلاثاء للمساهمة في تسهيل حركة الركاب خلال فترة الغلاق المؤقت لطريق الكرنيش في الفترة الواقعة ما بين 6 إلى 10 من أغسطس الجاري شهد الكرام تؤكد الريل على دور شبكة مترو الدوحة في تقطية الوجهات الرئيسية حول منطقة الكرنيش وذلك من خلال محطاتها المنتشرة في تلك المنطقة أما خدمتي مترو لينك ومترو إكس بريس ستوصلان العمل على نقل الركاب من منطقة الكرنيش حيث سيتم تحويل مسارات هاتين الخدمتين مؤقتا لطرق بديلة خلال فترة الغلاق مزيد من التفاصيل نشوفها معكم في هذا التقرير سعيا لتسهيل حركة التنقل وتفاديا للإزدحامات المرورية لا سيما خلال فترة الإغلاقات المؤقتة للطرق بسبب إجراء عمليات تطوير للبنية التحتية في الدولة خاصة في منطقة الكرنيش قررت شركة سيكك الحديد القطرية الريل استئناف خدمات المترو مؤقتا بين الفترة من السادس وإلى العاشر من أغسطس الجاري وذلك من الساعة الثانية ظهرا وحتى منتصف الليل وتغطي شبكة المترو والوجهات والشوارع الرئيسية في الدوحة من خلال سبع وثلاثين محطة يتوزع بعضها حول منطقة الكرنيش مثل محطة سوغواقف والكرنيش والبدعة والخليج الغربي ومركز المعارض كما أكدت الريل أن خدمتي المترو لينك ومترو إكسبرس ستواصلان العمل على نقل الركاب في منطقة الكرنيش حيث تم تحويل مسارات هاتين الخدمتين مؤقتا لطرق بديلة خلال فترة الإغلاق المؤقت على أن يتم تعليق جميع خدمات المترو يومي الجمعة الموافق للثالث عشر والعشرين من أغسطس الجاري لاستكمال عمليات التحديث للشبكة ومن جانبها دعت وزارة المواصلات والاتصالات في تغييدة على تويتر إلى استخدام المترو للوصول إلى الكرنيش والوجهات الرئيسية في الدوحة والتمتع بتجربة تنقل سهلة ومنتعة إذن أعود لكم مشاهدين الكرام بعد ما شفنا تقرير عن الريل وعودة الخدمات ننتقل معكم إلى وزارة التجارة والصناعة والتي أعلنت عن إطلاق خدمة فصل البطاقة التموينية عن بطاقة صرف الأعلى فذلك عبره بنصر خدمات التموين المتاحة عبر موقعها الإلكتروني مشاهدين تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة الرامية لتطوير الخدمات والمعاملات الإلكترونية وتيسير الخدمات المقدمة بالنسبة للمواطنين أكيد بادرت الوزارة بالفصل بين خدمتين صرف المواد التموينية للمواطنين وتوزيع الأعلاف لحاملي شهادة حيازة ثروة حيوانية صادرة من قبل وزارة البلدية والبيئة وذلك بالنظر لاختلاف اختصاصهما ومواقع توزيعهما فمزيد من التفاصيل في هذا التقرير أطلقت وزارة التجارة والصناع خدمة فصل بطاقة المواد التموينية عن بطاقة صرف الأعلاف وذلك في إطار جهودها لتطوير خدماتها الإلكترونية وتيسير إجراءات صرف المواد التموينية والأعلاف وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير الخدمات والمعاملات الإلكترونية التابعة للوزارة تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين إصدار بطاقة أعلاف دون التأثير على الحصص المتاحة لهم في البطاقة التموينية ويستفيد من هذه الخدمة حامل شهادة حيازة ثروة حيوانية الصادرة من وزارة البلدية والبيئة حيث يمكن للمواطنين تقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو زيارة أحد مكاتب إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي في كل من مدينة لوسيل الخور الشمال الشحانية أم الصلال والمنطقة الصناعية مشاهدين الكرام إلى موضوع آخر حيث وضع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى تنظيماً دقيقاً لمراحل العملية الانتخابية وذلك بهدف تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية والعدالة الانتخابية نعم حاط مراحل العملية بيئة الحيادية والنزاهة ليكون المجلس معبر عن إرادة الناخبية فمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا في الاستيديو المحامي يوسف الزمان سأك الله الخير أستاذ ونرحب فيك في استيديو حياتنا مرحب الله يسلمك ياك الله بداية سيد يوسف نحن سعداء جداً بيتواجدك معنا في استيديو حياتنا وليت لو نتكلم اليوم ونعرف السادة المشاهدين أكثر عن خطوة استكمال الدولة لهذه المتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى والخطوة هذه كيف راح تشكل تحقيق الدستور في المرحلة القادمة نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً خطوة الانتخابات اللي مقدمة عليه الدولة إن شاء الله هي خطوة مهمة في تعزيز النظام النيابي في قطر التجربة النيابية في قطر بدأت منذ العام 1970 عندما صدر النظام الأساسي للدولة ثم صدره 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل وأنشئ مجلس الشورى اللي هو بالتعيين ثم تطورت المسألة إلى أن رأى حضرة صاحب السمو الوالد الأمير الشيخ حمد بن خليفة رأى أنه لا بد من التقدم في هذه المرحلة فكون لجنة في سنة 1999 من أجل صياغ الدستور ومن ثم تم الاستفتاء على هذا الدستور في عام 2003 وحصل على نسبة حوالي 96% قبول من الشعب القطري ثم صدر هذا الدستور في عام 2004 ثم تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني في جلسة مجلس الشورى الأخيرة في الدور 49 وأمر بإجراء الانتخابات في شهر أكتوبر القادم هذه الخطوات وهذه السلسلة من التشريعات اللي صدرت تؤكد على الرغبة الحقيقية في أن يكون عندنا نظام نيابي جاء عبرة وسائل مدروسة إلى أن صدرت في هذا العام عدة تشريعات وفعل هذا الدستور طبعا الدستور نص على إعطاء حق الترشح وحق الانتخاب للمواطنين وصلنا الآن إلى هذه المرحلة ثم صدرت طبعا التشريعات مثل ما تعرفته التي سنأتي إن شاء الله على ذكرها نعم لكن لو نأخذ العناصر اللي اليوم لازم نركز عليها من جانبنا لتعريف والضوابط الانتخابية اللي لازم اليوم نأخذها بعين الاعتبار نعم بصدور القانون رقم 6 لسنة 2020 قانون الانتخابات طبعا تجسدت في هذا القانون المبادئ الدستورية التي حرصت دستور عليها من أجل إجرائها إن شاء الله في مناخ عادل بحيث أن كل المواطنين يتمكنون من ممارسة هذه العملية الانتخابية بسهولة وبيوسر فلذلك جاء قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2021 بضمانات تعكس ما جاء في هذا الدستور من حيث الحرص على أن تكون الانتخابات نزيهة من حيث أن يكون لكل مواطن حق التصويت اللي طبعا تتوفر فيه الشروط المطلوبة التي تضمنها الدستور لأن الدستور أورد هذه الشروط في صلبه وبالتالي أصبحت هذه المواد الدستورية ملزمة لنا إحنا كمواطنين بما أننا قمنا بالاستفتاء على هذا الدستور فلابد لنا كمواطنين وحكومة أيضا أن نلتزم بهذه القواعد منها طبعا بالنسبة للناخب السن تكون 18 سنة وأن تكون جنسيته الأصلية قطري وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأن لا يكون قد حكم عليه بهي شيء الأمر الآخر بالنسبة للشروط في الناخب أيضا في المرشح أن يكون سنة 30 سنة وأن تكون لديه أيضا شروط نص عليها الدستور هذه الشروط نقلها حرفيا قانون الانتخابات فبالتالي أهم ضمانة في قانون الانتخابات أنه هو ما يخالف الدستور الأمر الآخر أن يكون التصويت مباشر من نفس الشخص يعني كل شخص يجب عليه أن يذهب إلى الدائرة الانتخابية ويصوت بنفسه ولا يجوز له أن يوكل غيره ثم أن التصويت يجب أن يتم بسرية ما بين نفسه وما بين الورقة التي ينتخب فيها عضو مجلس الشورى سيد يوسف على يعني هذه جملة من الضمانات بما أننا تكلمنا عن عضو مجلس الشورى فيالت لو اليوم نتكلم عن صلاحيات عضو مجلس الشورى المنتخب والفرق بين هذه الصلاحيات لعضو مجلس الشورى المنتخب وبعضاء السابقين في المجالس السابقة نعم بالنسبة قال عمرك اختصاصات مجلس الشورى أو عضو مجلس الشورى تقع عليه الآن أعباء كثيرة لأن الدستور أعطى لمجلس الشورى ثلاثة اختصاصات مهمة أولها التشريع ثانيها مسألة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ثم مسألة إقرار الموازنة فكل هذه الأمور تحتاج طبعا من عضو مجلس الشورى أن يكون على قدرة وعلى دراية على الأقل بكل هذه الأمور فبالنسبة للوسائل اللي حددها الدستور أيضا بالنسبة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لها وسائل حددها الدستور أول شيء أعطى الأعضاء مسألة أنهم أبداء رغبة في طرح موضوع على الوزراء أو على المسؤولين بحيث أن أعضاء مجلس الشورى عضو مجلس الشورى يستطيع أن يبدي رغبة للحكومة في معالجة موضوع يهم المصلحة العامة مثلا أو معلومات عن موضوع معين ثم الوسيلة الأخرى ليحق السؤال بحيث يستطيع عضو مجلس الشورى أن يسأل الوزراء ورئيس مجلس الوزراء أيضا أن يسأل عن موضوع معين والسؤال هذا يكون ما بين العضو وما بين الوزير أو المسؤول ولا يثير مناقشة عامة ثم أن هناك في مسألة الاستجواب وهذا الاستجواب طبعا هو يعتبر من أكثر المسائل ضرورة بحيث أن يؤتى بالوزير ويستجوب من خلال بعد ما يتفقون أعضاء مجلس الشورى مثلا على أمر معين موضوع معين يستجوب الوزير والاستجواب عندنا في قطر هنا فقط للوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء فيستجوب هذا الوزير وهذه طبعا في مواضيع تهم قد يكون في موضوع يهم الأعضاء ما يعرفون عنه شيء فيتم استجواب الوزير واستجواب الوزير قد ينتهي بطرح الثقة في هذا الوزير في نهاية المطاف إذا ما ثبت للوزراء بأن الوزير مثلا أخطأ أو ارتكب أشياء أخطأ جسيمة هنا يجوز لهم بإبداء موافقة من 15 عضو من المجلس أنهم يقترحون سحب الثقة في هذا الوزير وهذا إجراء خطير ورتب عليه طبعا المشرع أن تصل المسألة إلى أن الوزير يترك وظيفته فأثناء استجوابه إذا ما ثبت أنه ارتكب أخطاء طبعا يقررون سحب الثقة منه وهذه سحب الثقة لها ضوابط وضع لها ضوابط المشرع عندنا في قطر بحيث أنه ما يصبح الاستجواب ساحة لتبادل السباب أو تبادل الانتقادات من غير أي قصد إنما هو السبيل المصلحة العامة فعندما يتم عندما تتم الموافقة على سحب الثقة يصدر قرار من المجلس طبعا حسب القانون حوالي 15 عضو اللي هو ثلث المجلس أنه نسحب الثقة من هذا الوزير عندها يعتبر الوزير قد انتهت خدماته كوزير إذا تبين من الاستجواب أن الوزير ما أخطأ هنا طبعا يقدم للشكر على أساس أنه والله خلاص عرفنا أنك أنتم ما أخطأت يقدم للشكر وينتهي الموضوع وينتقلون إلى جدول أعمال المجلس نعم هذه بالنسبة لوسائل الرقابة بالحديث على جدول الأعمال هل ممكن تعطينا نبذة عامة بداية المجلس كيف ممكن تكون من الجلسة الأولى اللي راح تتم بإذن الله تعالى من بعد تشكيل هذا المجلس هل في عملية معينة تتم حتى يبدأ سير العمل من ناحية سلمك الله شنوه أول جلسة لمجلس الشورى نعم بالنسبة لأول جلسة لمجلس الشورى هذا يصدر مرسوم من الأمير على أساس أنه يحدد جلسة لمجلس الشورى في هذه الجلسة طبعا يرأس الجلسة يكون أكبر الأعضاء سنن ثم ينتخب رئيس المجلس وينتخب نائب الرئيس والأمانة العامة للمجلس هناك طبعا إجراءات كثيرة من أجل أن تشكيل اللجان يعني من الحاجات المهمة تشكيل اللجان في المجلس بحيث أن هذه اللجان تتولى دراسة المواضيع اللجان القانونية، اللجان التشريعية، اللجان الصحية كل هذه اللجان ويضع لها رئيس بحيث أن إذا ما طرح أي موضوع في المجلس يحال أول شيء لهذه اللجنة لدراسته لا سيما الآن مثل ما قلنا بأن عملية التشريع الآن ستكون في مجلس الشورى سوف يتولى أعضاء مجلس الشورى اقتراح التشريعات في الأول كانت السلطة التنفيذية أو مجلس الوزراء هو الذي يقوم باقتراح المشروعات وبصياغة المشروعات وإحالتها لمجلس الشورى لأخذ رأيه لكن حين مع هذه الانتخابات مع مجلس الشورى القادم إن شاء الله سوف يقوم الأعضاء هم باقتراح التشريعات وبصياغة التشريعات ثم طبعا بعد موافقة المجلس عليه يحال هذا التشريع إلى السلطة التنفيذية لإصدارها والذي يصدق عليه سمو الأمير بإذن الله سبحانه وتعالى لكن اليوم أيضا استاذ يوسف يليت لو نتكلم أيضا ونوضح نقطة مهمة وهي مميزات نظام الانتخابي في قطر والتي من خلالها راح أكيد يضمن تمثيل حقيقي لجميع شرائح المجتمع القطري من خلال انتخاب أعضاء مجلس الشورى نعم بالنسبة يعني يمتاز قانون الانتخابات في قطر أو يعني مجمل هذه الأمور أن مكن يعني كل القطريين من أنهم إذا ما توفرت فيهم الشروط اللي نص عليها القانون بحيث أنهم يقومون بعملية الانتخاب الفردي المباشر بحيث أن كل شخص يستطيع أن ينتخب طبعا المرشح اللي في دائرته فبالتالي تكون عملية الاختيار والمرشح يعرفونه جيد طبعا النظام الفردي لا مساوى مثل ما يقولون لكن لا ميزات وأنا أعتقد في رأيي الخاصة أن النظام الفردي بالنسبة لنا الانتخاب الفردي زين حق قطر على أساس أن الناس يعرفون بعض وكذا كذا قد يقول والله يمكن المعارف بعد تتسبب فيه أنا أقول لا هناك إن شاء الله وعي موجود لدى المواطنين بحيث أنه ما يختار إلا المرشح الجيد والكف ويترك عنه طبعا مسائل أنه والله هذا من عائلتي أو رفيجي أو صديقي أو كذا لا يجب علينا أن نختار المرشح الكف ثم أنه أنا أعتقد أن المجتمع القطري يعني مجتمع متجانس والحمد لله الكل يعرف بعض وهذا أيضا يعني ميزة في التجانس بحيث إن شاء الله مجلس الشورى يقوم بالدور اللي عليه بعكس المجتمعات الثانية اللي قد يكون ما في تجانس ما بين أفراد الشعب أو ما بين الناخبين فهذه أيضا ميزة بالإضافة إلى أن قانون الانتخاب تضمن العديد من القواعد وتضمن العديد من الضمانات وحتى الدستور بالنسبة مثل ما قلنا لمسألة الاستجواب ليست طليقة وإنما الاستجواب هنا أو الرقابة في مجلس الشورى بنيت على تبادل الرقابة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بحيث إن الوزير عندما يستجوب لا يشعر بأن هذا الاستجواب يمس شخصا ولا لا بالعكس هذه مسألة يعني كخدمة عامة يؤديها فيجب على الوزير أو أن يتوجب عليه أن ساعة ما يستدعى لاستجوابه أو لسؤاله أن يحضر ويشارك وهناك مظاهر كثيرة نص عليها الدستور في مجال التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمقابل طبعا الدستور أعطى سمو الأمير أنه هو يستطيع حل المجلس في حالات ما إذا رأى أن المجلس فيه مثلا أمور معينة وشيء هذه طبعا حل المجلس كسلطة رقابية يقابلها رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وهذا الأمر معمول به في كافة التشريعات يعني كل التشريعات البرلمانية والتشريعات بالنسبة التي تنظم أو في الدستير توجد رقابة متبادلة ما بين السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية بالمقابل السلطة التنفيذية تراقب السلطة التشريعية حتى لا تتغول سلطة على أخرى نعم لو نركز على ذكرك لاختيار المرشح المناسب الكفو وبما أننا مجتمع متجانس لكن نأخذها من جانب الدعاية الانتخابية يعني من يوم 22 رح يبدأ الرغبين بأترشح للتقدم إلى يوم 26 وبعد إعلان الكشوف النهائية ندخل في مرحلة الدعاية فأهمية الدعاية الانتخابية وكل شخص يشرح لدائرته شنهي الأفكار اللي عنده وما سيقدمها في هذا المجلس بالنسبة لعمرك للدعاية الانتخابية يعني قانون الانتخاب تضمن الكثير من النقاط والضمانات والشروط والمحظورات بحيث أن تأتي الدعاية الانتخابية دعاية مؤسسة سليمة بحيث أن لا يستطيع المرشح أنه مثلا يمارس الدعاية الانتخابية بحرية مطلقة طبعا حرية التعبير مضمونة يستطيع أنه يتكلم في كل المجالات لكن أيضا الحرية لها ضمانات ولها قيود من ناحية التمويل مثلا المشرع وضع لكل مرشح أنه هو المصاريف اللي يصرف على الدعاية ما تزيد على مليونين ريال لكل مرشح حلشان سلم قال الله أيش تكون فيه عدالة فيه ناس مثلا مرشحين ما يقدر يدفع عشرات الملايين فيه مرشح عنده استعداد أن يدفع عشرات الملايين فيصبح هناك تفاوت في مسألة العدالة في الدعاية فلذلك المشرع وضع مليونين ريال كحد أقصى لمسألة الدعاية الانتخابية الأمر الآخر أيضا حضر على المرشحين أثناء تناولهم لعرض برنامجهم الانتخابي أنهم ينتقدون الأشخاص الآخرين المرشحين الآخرين أو أن يدخلون في مسائل نبذ العائلات أو القبائل أو ما إلى ذلك كل هذه حطة له المشرع ضمانات ووضع أيضا عقوبات هذه العقوبات بحيث أن لو ارتكب المرشح أثناء دعاية الانتخابية هذه الأمور طبعا تدخل المشرع ووضع له عقوبات يعني إذا كان مرشح بياخذ تمويل خارجي أجنبي من ناس ما لهم علاقة بالانتخابات هنا وضع عقوبة المشرع غرامة عشر ملايين بحد دقصة وخمس سنوات حبس بحد دقصة كما أنه وضع عقوبات أخرى مثلا إذا كان واحد قام بالدعاية في الأوقات غير المحددة مثلا إحنا الدعاية ستبتدي هنا من بعد ما تنشر قوائم المرشحين النهائية مباشرة ستبدأ مسألة الدعاية وتنتهي إلى قبل يوم التصويت بحوالي 24 ساعة إذا كان هو من بكرة مثلا سوى دعاية حق نفسه هذا يبقى أخطأ ويكون مسؤول ويعاقب هنا طبعا بغرامة 100 ألف ريال أو الحبسنا بحد أقصى سيد يوسف ذكرت نقطة مهمة ويليت لابن توقف عندها لأن هذه تهم الجميع عندنا في قطر أمانة وهو اختيار المرشح واختيار العضو الكفء لهذا المنصب من أجل مصلحة هذا الوطن اليوم كناخب كيف ممكن يتأكد أن هذا المرشح هو الأفضل لتمثيل هذه الدائرة من خلال انتخابات مجلس الشوري نعم سؤال مهم هاي طبعا طبعا عندنا سلم كالله مثل ما قلنا بأنه يتعين على الناخب لأن هذا صوته مهم وبعدين يجب أن لا يعطي هذا الصوت إلا للمرشح اللي يراه جيد فلذلك تقع عليه مسؤولية وطنية أنه يختار الناخب الجيد بالنظر إلى الأمور والاختصاصات اللي بيقوم فيه المرشح عندما يفوز أو عندما يصل إلى كرسي مجلس الشورى هذه الأمور إذن على الناخب أنه يحرص تماما على أن يقرأ برنامج الانتخابي لهذا المرشح أنه يسأل عن هذا المرشح طبعا مثلا ما قلنا في البداية أننا كلنا نعرف بعض يسأل ويشوف ما عليه من مسألة أن هذه ريال عود في العمر ولا أنه مثلا عنده خبرة ولا أنه يعني هذه الأمور نتركها جانبا هذه كل الأمور علينا أن نشوف الكفاءة نشوف الخبرة نشوف التخصص كل هذه الأمور بالعكس يقع على الناخب أنه يبحث بنفسه يروح يحضر مثلا لأن المرشح بكرة بيعمل محاضرات ولقاءات وبينشر طبعا برنامجه لهذه فعلي أن يبحث ويسأل إلى أن يقتنع ما بينه وبين نفسه ويدخل في الغرفة الصغيرة هذه اللي يوقع عليه على كرت أو بين الستارة بينه وبين نفسه ما حد بضميره يجب أن يضع أمام عينه المصلحة العامة ثم أنه بعد فيه أمر مهم يعني لابد أن نعرف بأن هذا المرشح اللي بيفوز بكرة في المجلس هو يمثل كل قطر ولا يمثلني آن كمرشح ولا كدائرة هذه الأمور نحن إن شاء الله نحرص عليها ويقع عليكم أنتوا أيضا كوسائل علام إن شاء الله إنكم الذكرون الناخبين والذكرون المرشحين بكل هذه الأمور بإذن الله تعالى الرسالة اليوم للناخبين نفسهم شنو ممكن نقول لهم بشكل عام بكل الدوائر اليوم بالنسبة؟ للناخبين للناخبين؟ نعم نعم أنا أوجه الناخبين طبعا وأنصحهم وأنا واحد منهم إن شاء الله من هالناخبين أن علينا أن نختار المرشح اللي يهتم بالمصلحة العامة علينا أن نختار المرشح ليس والله بحكم أنه هو مثلا ياي من عائلة معينة أو ياي من وسط معين أو لا نختار المرشح ثم أن علينا اختيار أصحاب الكفاءة والقدرة حتى لو كانوا من الشباب نحن الآن في عصر العلم والتقنيات نحتاج إلى شباب قادرين على تحمل هذه الأشياء وعلى فهم واستيعاب هذه الأشياء لأن مجلس الشورى بكرة بتعرض عليه اتفاقيات دولية بكرة بتعرض عليه تشريعات مهمة فيها يعني تشريعات تهم التقنيات تهم الحريات لابد أيضا المرشح أختار المرشح اللي يكون عارف المبادئ الدستورية عارف الحقوق والحريات في الدستور وعليه أنه هو يعني مثل ما قلنا عليه على الناخب ما يحط في اعتبار المصلحة الفردية على الأطلاق وبعدين ولا يستسلم لمسألة الضغوط أو الغراءات بأننا أختار هاي اللي فلان بكرة بيسوي لي شيء لا 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 هذه أصبحت الآن الأمور لا مثل ما قلنا ساعة ما المرشح يصل إلى مجلس الشورى يبقى انقطعت علاقته بالناخبين انقطعت علاقته بدائرته فبالتالي لابد أنه هو لما يشتغل لمصلحة دائرته وهذا طبعا شيء غير محظور لكن هذه هي المصلحة من خلال مصلحة دائرته من خلال المصلحة العامة أكيد كل شكر لك المحام يوسف سبحان كنت معنا ضيف عزيز في برنامج حياتنا وبالتأكيد رسائل مهمة أتمنى أنها وصلت لجمهور الناخبين والمرشحين بذن الله سبحانه وتعالى من خلال انتخابات مجلس الشورى كل شكر الله إن شاء الله ونأمل التوفيق الجميع إن شاء الله بإذن الله تعالى وتشرفنا فيك وبشاهديننا أكيد نحن مستمرين معكم وأحاديثنا مستمرة وأكيد سلمان أحاديث مجلس الشورى أساسية معنا في برنامج حياتنا أكيد نايف وفي جميع البرامج على شاشة تلفزيون قطر لكن رح نتوقف معكم مشاهدين معه هذا الفاصل اللي تصير ولنعودا من بعده إذن عودا لكم مشاهدين وننتقل معكم إلى بركز الإنماء الاجتماعي نماء واللي يسعى في مختلف برامجها المقدمة إلى تأهيل الشباب وتعزيز العديد من المفاهيم المثمرة لديهم من بينهما مفهوم الريادة الاجتماعية مشاهديننا الكرام حول هذا الموضوع رح نتابع معكم هذا التقرير ولنا عودة مفصلة عن هذا الموضوع تمكين وريادة هو الشعار الذي يحمله مركز الإنماء الاجتماعي نماء المنضوي تحت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وذلك رغبة في الإسهام في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر ويمضي المركز الذي تأسس عام 1996 بخطة ثابتة في تحقيق استراتيجيته القائمة على النهوض بالعمل الاجتماعي وترسيخ الريادة الاجتماعية عبر تقديم المركز عدة مشاريع تنموية كان آخرها حملت خلق ريادي اجتماعي والتي تهدف لزيادة وعي الشباب بمفهوم الريادة الاجتماعية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع عن طريق استخدام أساليب الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي ويعمل المركز على توسيع الخيارات المتاحة للشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم في دولة قطر تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي أكدت على أهمية تمكين الشباب كمحور أساسي في المساهمة في مسيرة دولة قطر نحو اقتصاد المعرفة وأهداف التنمية المستدامة مشاهدين الكرام أعلن مركز الانماء الاجتماعي نماء عن فتح باب التسجيل لبرنامج تطوير الريادين الاجتماعيين صواري بعنوان خلك ريادي اجتماعي أكيد هدف إلى إعداد ريادين اجتماعيين متمكنين وواعين بدورهم الوطني ويتمتعهم بالقدرة على تحسس وفهم احتياجات المجتمع رح نتكلم أكثر بذن الله سبحانه وتعالى عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا في سيديو سيدة غنيمة درويش وهي أخصائي برامج في مركز الانماء الاجتماعي نماء مسي عليك من خير بداية وسعدها بتواجدت معنا في حياتنا والله يمسيكم بالنور والسرور يا هلا بس نعرف اسم البرنامج صواري يعني شون يهدف للإسم واللي يعني من خلال هذا البرنامج طبعا أول شي برنامج صواري هو لتطوير الريادين الاجتماعيين تم تسميته بهذا الإسم نسبة إلى صواري السفينة اللي يسند عليها الشراع أو اللي تدعم فيها الشراع فكان المسمى جاء من أن الرائد الاجتماعي هو العمود اللي يسند فيها الشراع وعلى أساسه هو طبعا امتداد لبرنامج تطوير ريادين الاجتماعيين لكن في هذه السنة إن شاء الله بيكون بحلة جديدة بمحتوى جديد يعتمد اعتماد كلي على الرائد الاجتماعي نفسه طبعا في النسخ السابقة كان تطوير ريادين الاجتماعيين يعتمد أو ركز البرنامج على إنشاء مشروع خطوات إنشاء المشروع الريادي الاجتماعي طريقة التنفيذ في خطوات العمل عليه إلى أن ينشأ مشروع متكامل ريادي اجتماعي بالنسبة حق هذه السنة الشيء المختلف طبعا اختلاف كلي هو بيكون التركيز على الرائد الاجتماعي نفسه صفاته مهاراته اللي يتمتع فيها مهاراته القيادية التخطيط العمل الاجتماعي أو الأعمال الاجتماعية اللي ممكن يقوم عليها في نفس الوقت هو طبعا البرنامج في هذه السنة بيكون بالتعاون مع منظمة الأسكوة أحد منظمات التابعة للأمم المتحدة فراح يكون هناك إن شاء الله معايير عالمية يطبق فيها البرنامج أكيد طيغاني ما تفضلت وذكرت أن في هذه النسخة سيتم التركيز على الرائد الاجتماعي نفسه بشكل أكبر من خلال تطويره وإلى ذلك لكن خلنا نعرف السعودة المشاهدين كيف راح يتم التركيز على الرائد الاجتماعي من خلال هذه النسخة من برنامج الصواري طبعا بيكون عن طريق تمكينه أول شيء التمكين بيكون عن طريق التدريب يمر البرنامج في ثلاث مراحل أساسية أول مرحلة بيعتمد فيها على تدريب المجموعة الشباب اللي بيتم اختيارهم إن شاء الله على مفاهيم الريادة الاجتماعية بشكل عام وبشكل تفصيلي كل المفاهيم اللي يدخله فيه مثل ما ذكرت مسبقا بيكون مهارات القيادية اللي يتمتع فيها الخطط اللي بيشتغل عليها بشكل كلي المرحلة الثانية ينتقل مجموعة الشباب من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة تدريب المدربين رح يتم تدريبة على منهج تدريب المدربين تي أو تي بحيث يكون قادر ومتمكن من نشر ثقافة الريادة الاجتماعية عن طريق التدريب في المرحلة الثالثة بيكون الشاب أو المشترك معانا المنتسب بيكون قادر أنه يدرب مجموعة من الشباب الآخرين اللي إن شاء الله بيتم الاتفاق معهم ومشاركاتهم في البرنامج وبالتالي بيكون قادر على أن يكون مدرب وممكن أن يكون هو صاحب مشروع أيضا فالبرنامج بيكون متركز أكثر شيء على إشلون نحن نهيئ شاب رائد اجتماعي قيادي مؤثر في المجتمع بطريقة إيجابية إن شاء الله وأكيد أنه يكون متحسس لاحتياجات المجتمع نعم بس لما نقول إحنا شاب يعني هل في فئات عمرية محددة والشاب تشمل الذكر والإناث نعم الشاب يشمل الذكر والإناث أكيد هي فئة الشباب من عمر عشرين سنة إلى عمر خمسة ثلاثين سنة من المرحلة الأولى إلى الثانية في المرحلة الثالثة بعد ما يكون مدرب معتمد راح يكون استهداف الفئة يعني لما يكون يدرب الفئة الشبابية الأخرى إن شاء الله بيكون بعد من عمر عشرين إلى عمر خمسة ثلاثين إلى أربعين إن شاء الله اليوم أتوقع أخوانج وخواتج اللي يتابعونا الآن عبر شاشة تلفزيون قطر صاروا عندهم فضول يعني ومجار رياضة العمال اليوم أمانة صار عليه قبال كبير عندنا في المجتمع خصوصا عند فئة الشباب فأكيد عندهم السفسرات حول متى رح ينطلق هذا البرنامج أو آلية التسجيل والشروط فالكلمة عندها تغيرها أكيد طبعا إحنا بدأنا التسجيل تاريخ خمسة ثمانية تم فتح باب التسجيل وتبارك الرحمن يعني من أول ما فتحنا إلى اليوم ما شاء الله وصلتنا قرابة الامية وثلاثين استمارة التسجيل يعني تبارك الرحمن وما شاء الله على شبابنا كلهم صراحة يعني أنا جدا وحتى فريق العمل منبهر جدا بالكفاءة المتقدمة للبرنامج وأكيد بيكون إن شاء الله باب التسجيل مفتوح لين تاريخ تسعة عشر ثمانية حاليا بيكون فقط يعني فلترة الاستمارات التي تحقق معايير المشاركة وإن شاء الله بعدين نتيح مرحلة المقابلات وبإذن الله ينطلق البرنامج في ثلاثة أكترون تسجيل عن طريق الموقع الخاص بكم؟ طبعا عن طريق الموقع الإلكتروني وموجود بعد رابط التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي نعم ذكرتي مرحلة المقابلات في معايير خاصة بالنسبة للمتقدمين فشين هي المعايير والعملية لما يكون هذا الشخص موجود معكم؟ أي طبعا أكيد المعايير إن شاء الله بتكون أنه يكون أول شيء يكون ذات مسئولية يكون في مثلا نحس أنه يكون عنده خصائص القيادة خصائص التأثير مدى قدرته على حل المشكلات مدى قدرته في التواصل مع الآخرين لأنه خصوصا أنه بيكون مدرب بيكون إن شاء الله يعني مؤثر في المتدربين اللي بيدربون معه لما نتكلم عن هذا البرنامج برنامج صواري خلينا نعرف مدتها بشكل أكثر ومدى تدريب المكثف اللي راح يحصل عليه الرائد الاجتماعي من خلال هذا البرنامج تقريبا مدتها بتستمر إلى شهر إلى شهر ونص تدريب المدربين بعد التدريب المدربين إن شاء الله بيستمر البرنامج إلى شهر واحد 2022 بذن الله وبيكون يعني بتعاون مع جهات مع مدارس مع وزارات إن شاء الله عشان نحصل على أكبر قدر ممكن من الشباب نشر ثقافة الرياضة الاجتماعية وتحفيزهم أيضا في التأثير في المجتمع نعم أختي غريبا اليوم يعني كنت جزء من مركز نماء وقاعدين تقدموا كل هذه البرامج للمجتمع شان هي الرسالة التي توجهينها للشباب وانتوا اليوم بيئة خصبة توجهون فيها الشباب بقدرات عالية للمجتمع القطري طبعا أول شيء أحب أوجه كلمة شكر حق كل شبابنا لأنه بصراحة على امتداد كل البرامج اللي قدمناها لهم كل الشباب أو المجموعة اللي جاتنا تبارك رحمن كلهم بدون استثناء شباب كفء ذات مسئولية قياديين وإحنا نطمح فيهم إن شاء الله للأفضل ونطمح لهم يكونون رواد اجتماعيين ورسالتي للجميع إن شاء الله اللي ما لحق يسجل معانا عندكم لين تاريخ 19 وعندنا ورشة بتقدمها رائدة اجتماعية أختنا ريمة الكواري تاريخ إن شاء الله 11-11-8 يوم الأربعة تحت عنوان خلك رياضي اجتماعي تشرح فيه مفهوم الرياضة الاجتماعية بذن الله سبحانه وتعالى أختي غنيمة ندرويش وانت خصائي برامج في مركز الانماء الاجتماعي نماء كل الشكر ليش على وجودك في حياتنا واتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا البرنامج يعطيكم العافية شكرا شكرا ليش وأكيد مشاهدين تقدرون تدخلون لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنماء تشوفون الأشياء اللي يطرحونها وكذلك رابط التسجيل في صواري كيد نايف بالإضافة مثل ما ذكرت أخي غنيمة عندهم ورشة خاصة ممكن تعرفكم بشكل أكثر على هذا البرنامج مفهوم الرياضة اللي سماعية نايف اللي في السنوات الأخيرة شوفنا رواجب شكل أكبر من الوشنة لأن الناس بدأت توعى في هذا الجانب وفي تطور كبير من جانب الاقتصاد في الدولة وهذا أكيد كان جاذب لأي الشباب أنهم يكونون جزء كبير فيه لوصلنا لي الختام في برنامج حياتنا ولكن تلفزيون قطر دائما مستمر أكيد نايف مستمر وإحنا مستمري معاكم في حياتنا إن شاء الله بكرة الساعة السابعة على شاشة تلفزيون قطر لذلك الحين تقبلوا تحية طاقة معا من برنامج حياتنا ومع السلامة أمامنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة